السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ازايكم احلى اخوات و احلى مشاهدين و احلى متابعين في كل مكان يا رب ده امن تكونوا بخير هنعمل النهاردة مع بعض الحاجة الحلوة دي ده معايا نص كيلو كنافة انا كنت حطا في الفريزر يعني من جاب لها بيوم علشان خاطر يرضى ان هو يتجطع معايا او يتفتفت معايا كده اه حيتفتفت معاك بكل سهولة من جير كبة ومن جير ومن جير اي حي يعني كده هنفتفتوا معاك بكل سهولة بالطريقة دي لانه مجمد كده فتفتنا نص كيلو اهو اي حتة حلاجيها مسكة كده ولا بتاع ان نحاول ان احنا نفكها من بعض ما نفعتش انها تتفك حنطلحها مش عايزين فيها اي تكتلات عايزينها نعمة خالص من جير اي تكتلات حلو نجيب طاس على النار او حلة او اي حاجة انت ممكن تحمر فيها الكنافة بس تكون حاجة يعني غويطة عفوا هنا عندي اه تلاتة او اربع معالج من السمنة البلدي اه ممكن تحط زدها او ممكن اي نوع سمنة انت بتفضليها اول ما تسخم معايا حننزل عليها على طول بالكنافة اللي احنا مفتفتنا مع بعض اه بصول الامانة خدت معايا تجليب بصراحة على نار هادية يمكن ربعا سعب صراحة يعني هي طويلت معايا عشان انا كنت مهديها النار خالص علشان عايز اللون كل يكون موحد ومش عايزها تتلسع معايا وحتة تكون حمرة وحتة تكون بيضة فاهمني يعني يا ريت ما تستعجلوش عليها خالص براحتها خالص على النار واديك تكون دايما فيها تجليب بفيها على طول اللون ده حلو خالص بالنسبالي اولا احنا بنحب الحاجة حمرة جدا اه يعني اللون ده حلو غير كده لما بيقعد اللون بيهدم عايا شوية تمام هي وصحنة اول ما بتنزل من على النار حننزل على طول عليها بمعلكتين او تلات معالج من السكر البودر احنا طبعا مش هنحط شربات ولا هنحط حاجة فعشان كده هنحط السكر البودر عشان هو اللي حيمسكها معايا اه هنا حطيت برضو معلكتين كبار من اسمه ايه ده من جوز الهند معالجش اه ممكن دي خطوة اختيارية ممكن انت لو مش بتحب جوز الهند ممكن ما تحطهوش عادي وهنا عندي كيس فانيليا يفضل ان تكون بودر طبعا ما تكونش فانيليا سغيلة وهنا جيبت اللي حشتغل فيه شايفين لونها فتح ازاي بنات بجد لما بتقود اللون بتاعها بيفتح شوية اه حطيت في بايركس ممكن انت تستخدمي كبات صغيرة اه ممكن تستخدمي اي حاجة عندك ممكن تحط فيها تمام يعني في اي حاجة ممكن تستخدميها هعملي فيها كبات صغيرة الاطفال هتبقى شكلها حلو خالص او طباجة من صغيرة برضو براحتك هنحطها كويس ونفردها كويس ونضغط عليها كويس احنا وبنفردها عشان طباجة تتماسك مع بعض وبعدين حطيت كوباية على السكر على النار واول ما بتدي يسيح معايا بتديت بجلب فيه انتو شايفين طبعا هم متكتل ما تجلجوش من المرحلة دي لان الحرارة بتاعت النار هتخلي كل السكر ده معايا دوب اهم حاجة بنات في الكراميل ان احنا ناخد بنا منه جدا لان بين الكراميل لان هو يبقى كويس وبين انه يمرر معانا يعني شعر اصغنونة جدا يعني لازم ناخد بنا منه ان هو ما يمررش معانا اللي جديه مرر معاكي يستحسن انك ترميه ما بلاش ان احنا نبوض الوصفة عشان الكراميل مرر مني لا احنا نرمي الكراميل ونعمل جيره افضل اول مساح معايا كده نزلت على طول عليه بمكعبين زبدة ممكن تنزلي بمعالجة من السمنة البلدي يعني زي ما تحبي النار طبعا انا زي ما انتشايفين النار مخليها هادية خالص عندي هنا كوباية من المية سخنة دي مية سخنة مش مش سجع المية السخنة هتصر معاكي عملية ان هتدوب معاك الكراميل ده يدوب معاك لكن لو هتحط مية سجع بصراحة هو اه هيدوب معاكي بس هيخد مدة طويلة معاكي على النار المهم شايفين انتو تكتل ازاي طبعا هنجلب فيه اللي جايت لما هو صاح معانا خالص عندي بعد كده كوباية الا ربع من اللبن وعليها معلجة من النشا اه ممكن تحطي بدل اللبن ممكن تحط مية براحتك يعني حيديك نفس النتيجة برضو ومعلجة كبيرة من النشا وحنبتدي نجلب لجايت لما القوام بتاعه يتماسك معنا او يتجل معنا ايدينا عليه اهو عشان ما يكتلش مننا خالص اه طريقة سهلة جدا للكراميل بيعني بقى بسط طريقة انا حطيت رشة ملح سجنونة خالص لان الملح بيعادل مع الكراميل اللي بتدله طعم حلو خالص يعني رشة صغيرة اكيكاد لا تذكر ده القوام اللي احنا عايزوني وبنات لو وصلتم معنا لجايت هنا ما تنسوناش في اللايك والكمنتات الحلوة بتاعتكم عشان قناتنا تكبر بكم ان شاء الله رب العالمين هنسيب الكراميل طبعا ده يهدى معنا خالص او يبرد معنا هنا حطيت اه كوباية وربع من الكريم شانتي معاها نص كوباية من الكريم باستري لو مش عند الكريم باستري يبقى تستكفي بس بالكريم شانتيه الكريم باستري موجود عند اي عطار ممكن تجي بيه وسعر كويس برضو مش هنحتاج منه غير نص كوباية مش متوفر عندك هنشتجل بالكريم شانتيه عادة جدا بس احنا الكريم باستري بيعزز الطعم شوية تمام حنضرب لجايت لما نوصل انا حطيت عليها كوباية من اللبن دي كوباية ونص من الكريم احطيت عليها كوباية لبن واحدة ده القوام اللي احنا عايزين ممكن تحطي فوج الكنفة باسبتولة عادي بس الكيس الحلواني طبعا حيساهل معاك الفرد فابرحتك لو مش متوفر عندك بالاسبتولة عادي وتفرديها خالص على تفرديها كويس يعني على الكنافة هنفرد طبعا الطبقة دي فوج الكنفة كويس هتتفرد معنا بكل سهولة عفوا دي انا كان عندي كان عندي كنافة كان عندي مانجة في الفريزر طلعتها يدو بجشرتها وقطعتها وضربتها بس بالهند بلندر ممكن تديها ضربة بسيطة في الخلاط اه اهم حاجة انك ما تحصرهاش جامد يعني احنا عايزينها كده تبقى بوري هنفردها على على الكريم شانتي انا ما حطيتش لي المانجة الاول على الكنفة انا عايز الكنفة بتاعتي تبقى كريسبي كده وتبقى يعني القوامة حيلا ما تبقاش يعني لو حطينا المانجة فجيهة القوام بتاعها هيبقى طري الكنفة هتشرب بالمية اللي هتنزل من المانجة فهتبقى طريق احنا بنحبها هتبقى كريسبي هنحط طبقة تانية برضو من الكريم شانتي كده ونفردها كويس بصيب انات بسبتولة بضهر المعلجة انا بصراحة بحس ان ضهر المعلجة بيريحني ووقت ما تحس انها مش بتفرد معاك كويس هتحطيها في حبة مية وتفردي حطينا بعد كده فردنا الكريم شانتي وحطينا مفجية طبقة بسيطة جدا من الكنافة برضو اللي احنا عاملينها وبعد كده هننزل باخر طبقة من الكريم شانتي دي هنحاول ان احنا فردها كويس عشان الخاطر دي اللي هتحط فيها الكراميل ده الكراميل اللي عملناه التازين طبعا دي حاجة ترجع لك انتي انا حبيت ان انا اغير في الشكل بتاع الكنافة بالمنجة ان انا هحط لها كراميل بصراحة شكلها حلو خالص كان ممكن تخط وكمان الكراميل مع الكنافة بصراحة الطعم كان ميكس رهيب الميكس بتاعه كان رهيب يريد بتمنى والله انكم تجربوها لان بازني اللي رب العالمين هتعجبكم جدا هنا كان عندي حبة كده مشانتي خففتهم شوية بشوية مية يعني عشان تفردوا معي بكل سهولة كده هنعمل اي خطوط كده وقيا مع بعض وحجيب خلة ونعمل الشكل اللي احنا متعودين عليه اه كده هناخدهم بطريقة متساوي كده بعد كده هنرجع عكس بقى هنعكس اه الطريقة سهلة جدا وهتدينا شكل حلو في الاخر التزيني بنادي حي ترجع لكم ممكن تحط في الطبقة الاخيرة في وجه الكريم شانتي تحطي شايفين الشكل يا له بصراحة تتحدث عن نفسها والله حلوة كانت تحفى بصراحة يعني تستاهل ان كنت تجربوها اه نرجع للشكل تاني يعني لو انت مش حابة تعملي كده ممكن تعمليها بالا فوق الكريم شانتي تحطي قطع من المنجة وقرات من وقوار يعني كده او روزيتات من الكريم شانتي برضو حلوة بس انا حاسيت ان ده شكل تقليدي او دايما بتعمل في في الكنفة بالمنجة ان هم من فوق تتحط المنجة انا مش حابة الفكرة دي ما تنسوش اللايك 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 يا بنات اللايك عشان الفيديو يكبر بيكم ان شاء الله اه انا عندي اولاد او عندي اطفال صغيرين في حكاية ان انا حط منجة من فوق ديها هتزروط الدنيا معايا شوية وانا بصراحة ما حبتهاش يعني كده احسن لي كده احتبقى سهلة معايا في التعامل معهم والله وشكلها حلوة وحاجة جديدة كده او شكل جديد يعني وبالفهنة مقدما لحد اللي هيعملها والله بتجد بتمنى كنكم تجربوها شايفيني الحلوة بتاعتها يا بنات وسهلة ما اخدتش اي وقت وكل سنة وانتم طيبين باي باي